هو القصة هنا نحن إيه العلاقة هنا ببقى شكلها ما فيش فيه توازن بالشكل الكافي ولازم تفهم إن طبيعة المشاعر أو الحاجات بالنسبة للراجل غير الست يعني الست لا فهمنا أنا عايزة أنا عايزة أفهم عشان أنا من ساعة ما بقيت مزيعة والستة عاطفية والراجل بيفكر بعقله ومعيني بشوف رجالة بتحبه وأمر وبيعمله كل حاجة ممكن الستات متعملهاش طب منين بقى نفهم العقلية دي إزاي؟ نفهم العقلية إزاي إن هي الستة وطبيعتها المشاعر يعني الستة تقديرها للمشاعر أعلى من الراجل الراجل بالنسبة له هو طريقة التفكير ما بين الاتنين كمان مختلفة يعني الستة مالتتسك ممكن تعمل أكتر من حاجة في وقت واحد الراجل بيعمل حاجة واحدة بس فهو بيمركز على حاجة فأغلب الستة بتقول لك إيه ده هو قعد قدام التلفزيون متانحة ده أنا بكلمه وبيوصليش ده هو بيعمل حاجة ماسك الموبايل وبيعمل حاجة يعني مو بيعرف يعمل حاجة واحدة بس هو قدراته أقل من قدراتك يعني أنت لازم تفهمي أن أنت مالتسك تقدر يتعمل أكتر من حاجة في وقت واحد وتفكر في أكتر من حاجة في وقت واحد ما عرفش أنتوا ليه بدأتوا على مالتتسك دي بقلكم كم سنة أما الستات زمان أمهاتنا وجدودنا كانوا يقول لك دي غالبان دي بتعرفش تمشي في الشارع الوحدية لأنا اللي وديها للدكتور إيش معنى ما تقلتش زمان على الست دي مالتتسك ليه إحنا في الجيل ده مطالبين نعمل عشرين شغلانة في بعض ودي طبيعة الست لا على فكرة عشان مبتمع دي مش طبيعة الست إحنا أسفين جد أنا أقول لحضرتك أنا أقول لحضرتك أنتوا لي صل منك لكل وقت قدام يعني ليه مالتتسك طول الوقت والله أنا طلعت قلت للبنات إيه وعي تقولي اندبندنت دي أبدا صح اندبندنت دي تظلمي نفسك انت شايلة المسئوليات كلها بالضبط هو في العلاقات فعلا مبنية على الشراقة مبنية على الاتنين إن فيه طرفين وكل طرف يعني له حقوق وعليه واجبات فزي ما حضرتك بتقولي كده بالضبط يعني حتة المالتتسك فيه معنى المالتتسك مش معنى أن أنا أشيل كل حاجة انتوا بقى مفاهمينها لا احنا مش فاهمينها كده أنا أفاهمها الحضرتك انتوا الرجالة بتقنعونا إن احنا بنعمل عشرين شغلنا في الوقت الواحد دي حقيقة ما تيجي تبص عليها تلاقي الستة عندها استقبالها للمواقف أو للسترس إجباري يا دكتور وده ادار ديشن ده حاجة أزاي كويس إجباري والله الستة تلاقي نفسك جوزت خلفت إجباري بتغير وتحمي وتأكل وتمرد إجباري والله وعلشان كده حجم الضغوط اللي واقع عليها أكتر وده بيخليها فعلا التغيرات النفسية عندها بتبقى كتير كتير بالضبط اللي هرموناتها اللي بتتغير والحاجات الأدوار المطلوبة منها خاصة أنها بتبقى ستة متزاوجة وعملة في نفس الوقت ففعلا فرصة الإصابة والعمل الضغطة هنا بتبقى أكتر ففرصة الإصابة والاضطرابات النفسية بتبقى أكتر